أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد حيث يبدأ العام الدراسي الجديد يوم الثلاثين من سبتمبر المقبل وأوضحت الوزارة أن العام الدراسي سيستمر خمسة وثلاثين أسبوعا على أن ينتهي في الثامن من يونيو المقبل ذلك لجميع المراحل التعلمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات وأيضا المدارس الخاصة والخاصة لغات على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 27 يناير المقبل